الإخوان والأخوات أصدقاء ومتابعي القدر السلام عليكم ورحمة الله زمعة طيبة للجميع زعلها الله لكم نور وضياء والغفرة وفتح لكم أبواب رحمته سكن فينا ما كيعرفش الولي الصالح مول إبراهيم والشاهر عند العماء طير الجبع وهو مول إبراهيم بن أحمد بن عبد الله بن حسين بن أبراهيم بن سعيد بن عبد الزليل بن أبي عبد الله محمد أمغار من الصورة فألة أمغاريين إنشأ في بيئة صوفية بمنطقة تمسلوح لإستساجته مولاي عبد الله بن حسين بتوجيه من شيخه مولاي عبد الله الغني والمعروف بمول القصور أحد الرجالات السبعة من اللي بتعرف السر ديلمول إبراهيم وتوسمو فيه الناس الخير جمعوا عليه واختار زاوية ديالو بمنطقة جبلية اسمها كيك وهي اللي كتسمى بالاسم ديالو الآن واللي كتبعدها لمندين طمراك بحوالي خمسين كيلومتر ولقبوا بتعرف السبعة لحيث كان كيعيش في هذه منطقة جبلية بوحده كانت ليه زوج ديال البنات صالحات اللولة للمحلة كانت عالمة بالفقه وبالفرائض والحديث واللغة والنحو نذكرها موليلي هشام السعيدي في كتابه بليل الطرط الروحي لإقليم الحوث توفات للمحلة في حوالي ألف واثنين وستين هجرية والبنت الثانية للمصفية كان زاهلة عابدة فقهة ربانية وكتقول الرواية السفاهية أنها كانت على قدر من الجمال توفات في حيات روالي بتيالها وادفنت قرب زاويته بمكان معروف بمقبرة للأصفية المصدر كتاب سجارة الزيتون النورانية لصاحبه ملايحمج ماماذ أمغري أحبائي حتى انتلقوا في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى فضلا منكم دعموا وقناتكم بالاشتراك ووضع ليك أصدق التحيات موسيقى 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 موسيقى